هدنة جديدة في اليمن قد يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة هدنة خرج مطالبا بها من لندن وزراء الخارجية الأمريكي جون كيري والبريطاني بوريس جونسون والمبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ فبعد محادثات ديبلوماسية ربعية رفيعة المستوى في العاصمة البريطانية بمشاركة السعودية والإمارات كشف كيري عن وقف محتمل لإطلاق النار في اليمن يبدأ الاثنين أو الثلاثاء بعد موافقة طرفي النزاع عليه يتم بعده الانتقال نحو طاولة التفاوض مجددا في محاولة جديدة لإعادة الحياة إلى مفاوضات اليمن اجتمعت بريطانيا بالأطراف الدولية الفاعلة في هذا الملف التطورات الأمنية في اليمن آخرها استهداف سفن أمريكية في باب المندب كانت محرك مباحثات ربعية في لندن وزير الخارجي الأمريكي جون كيري دعا إلى وقف إطلاق نار فوري بحلول الاثنين أو الثلاثاء وبدون شروط مسبقة من أجل المضي نحو طاولة المفاوضات وزير الخارجية الأمريكي قال إن هناك خريطة طريق تعيد السلام إلى اليمن في حال الالتزام بوقف إطلاق النار ناقشنا اليوم معالم خريطة الطريق واتفقنا على عرض هذه الخريطة على الأطراف المتنازعة لإنهاء الصراع في اليمن لكن هذه الخريطة لا تمثل حلا للأزمة اليمنية إنما ستماهد لبداية الحوار بين الطرفين وإعادتهم إلى طاولة المفاوضات للتوصل لاتفاق سلام دائم وفي حال التزم الحوثيون وحكومة هادي بوقف إطلاق النار فسيعمل المبعوث الدولي على تفاصيلها وسيعلن وقت وكيفية تنفيذها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد شدد على أن الأولوية هي اتفاق جميع الأطراف على الهدنة من ثم الانتقال إلى أي خطة تضمن تثبيتها والعودة إلى المسار السياسي للمفاوضات نحن هنا اليوم للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وللأعمال العدائية والذي سيعلن عنه خلال بضعة ساعات بعد العمل على تفاصيله تحدثت مع الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي ومع محمد عبد السلام رئيس الوفد الحوثي عندما كنت في مسقط الكل دعم هذه الفكرة وقد أصبح هذا ضروريا فهناك وضع إنساني كارثي يحتاج تدخلا ونأمل أن نستطيع خلال الساعات المقبلة توضيح كيف سيتم التعامل مع ذلك الاجتماع استبقى تقديم لندن مشروع قرار لمجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار ويدعو إلى استئناف العملية السياسية محاولة لإصدار قرار ذي قوة قانونية تلزم أطراف النزاع بما لم ينجح فيه مبعوث الأمم المتحدة حتى الآن رغم أن كثيرين لا يرون بدا من قرار لا يختلف عن سابقه في بلدان أخرى وسيبقى مجرد حبر على ورق الآن المزيد حول الهدن السابقة في اليمن ومحاولات الحل السياسي مرة أخرى مع سامي وقف لإطلاق النار أو دعوة لوقف لإطلاق النار غير مشروط بحسب بيان الاجتماع الرباعي الذي عقد في لندن اليوم وسنستعرض في هذه العجالة مهند أهم الهدن التي تم الإعلان عنها سابقا لكنها لم ترى النور على أرض الواقعة الهدن التي اقترحتها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ما هي إلا حلقة من مسلسل طويل من الهدن التي لقت مصيرها المحتوم ولم يكتب لها النجاح لعل أولى الهدن هي تلك التي أعلنتها الأمم المتحدة في الثالث عشر من مايو 2015 ولمدة خمسة أيام ولم تكد تنضي ساعات على الهدن حتى اتهمت الشرعية اليمنية المتمردين بخرقها وأجهضت الهدن في مهدها في العاشر من يوليو من عام 2015 الأمم المتحدة أيضا تعلن عن هدنة جديدة لكنها لم تصمد في ساعاتها الأولى حيث قصف الحثيون عدن وبدأوا مواجهات عسكرية مع قوات الشرعية والتحالف في تعز ومأرب وفي الخامس والعشرين من يوليو قيادة التحالف العربي أعلنت عن هدنة إنسانية لمدة خمسة أيام تبدأ من منتصف ليل 26 يوليو وذلك في مسعى للتخفيف من وطأة الحرب على الأهالي لكن الهدنة أيضا لم تصمد في الخامس عشر من ديسمبر من عام 2015 الأمم المتحدة أيضا تعلن عن وقف لإطلاق النار للمرة الثانية ولمدة سبعة أيام الهدنة أطلقت أنذاك اختبار نوايا قبل جولة جديدة من محادثات سويسرا تم فيها تبادل محدود للأسرة بين الحكومة الشرعية والحوثيين وبعد مرور أكثر من عام على المعارك المحتدمة في البلاد جاءت هدنة جديدة بعد محادثات مباشرة عقدها الحوثيون مع قوات التحالف العربي في المملكة العربية السعودية وجاءت قبيل انطلاق محادثة الكويت في الحادي والعشرين من إبريل لكن هذه الهدنة كسابقاتها واجهت خروق منذ اليوم الأول وفي الثامن والعشرين من يوليو الماضي انتهت المحادثات في الكويت عقب إعلان الأقلابيين مجلس حكم سياسي من جانب واحد لينتهي بذلك مصار المحادثات وتنهار معه فرص إطلاق النار وينتهي إيجاد مخرج سياسي للأزمة المستعصية كما شهدنا مهند في هذا العرض الموجز كيف أن كل الهدن تعلن لمدة خمسة أيام سبعة أيام لكنها لا تلبث سوى سويعات قليلة وتنهار الهدنة إلى أي مدى هذه الهدنة الجديدة أن تصمد إلى أي مدى سيقبل الحوثيين بها سؤال مهم وربما أيضا الأهم ما الذي تغير ليجعل الأمر ممكن الآن هل هناك شيء جديد طرأ على الساحة سواء السياسية أو الميدانية يجعل أن تكون هناك إمكانية لهذه الهدنة دعنا نسأل ضيفنا من الرياض معنا من هناك رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات الأستاذ نجيب غلاب مساء الخير أستاذ نجيب مرحبا بك معنا من جديد عندما يقول جون كاري حان الوقت لتسوية وقف إطلاق نار غير مشروط وبعد ذلك الانتقال إلى طاولة التفاوض يعني كلام ربما سمعناه من قبل ولكن ما الذي تغير ليجعل الأمر الآن مختلفا برأيك مساء الخير أولا يعني هو لا جديد في هذا التصريح يعني ربما الحوثية في فترات سابقة كانت تحتاج الهدنة وهي استخدمت فكرة الهدن كاستراتيجية ليس فقط في هذه الحرب بالحروب الستة السابقة التي أدارتها ضد الدولة عندما كانت تصل الحوثية إلى القاع وتكادت دولة يعني أن تحاصرها وأن تقضي عليها كانت تقدم عهود ومواثيق وتوقع عليها ثم تنقضها بعد حين لكن يبدو لي أن هذه المرة الهدنة بالنسبة للحركة الحوثية ليس لصالحها وبالتالي لن تلتزم بها لأن الحوثية اليوم صار لديها مشاكل داخلية يعني في صنعها والمحافظات المسيطرة عليها وبالتالي هي تعتقد أن وجود هدنة ربما يعيد الصراع إلى الداخل هناك كتل شعبية اليوم غاضبة موظفية الدولة موظفية المؤسسة الأمنية والعسكرية بلا رواتب الحركة الحوثية فرضت سطوتها وقهرها على الجميع والجميع دائما يقول مادم هناك حرب ومادم هناك تدخل عربي ربما نقف على الحياد وبالذات في الكتلة السكانية التي تعتبر حاضنة للحوثية لكن هذه المرة إن حصلت هدنة فالحوثية ستكون في مرمى الجميع ليس من الخارج بل من الداخل وبالتالي أنا أعتقد لن تسمح بالوصول إلى هدنة والدليل أعمالها اليوم في استهدافها للممرات المائية طيب هذه المرة الهدنة يأتي الإعلان عنها من بريطانيا بريطانيا يبدو أنها تأخذ زمام المبادرة في هذا الشأن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية من خلال وزير الخارجية برأيك هل الضغط الدولي يمكن أن يأتي بأي جديد هذه المرة على خلاف المرات السابقة الضغط الدولي إذا لم يمتلك عصى غليظة فلن يكون له أي مفعول نحن نراقب سلوك الحركة الحوثية هي أنقلبت وكان هناك إشراف دولي وإقليمي وأممي على العملية السياسية ولم تعر اهتماما لهذه الدول كلها فانقلبت بشكل كامل على العملية السياسية وهي اليوم مثلا تشاغب على مضيق باب المندب وترمي بصواريخها على البارجات الأمريكية وتهدد وتبتز العالم بمعنى أنه إذا لم تستجيبوا لمطالبنا وإنجاز الإنقلاب بإمكاننا أن نتحول إلى قوة إرهابية فوضوية لا تؤثر فقط على حدود المملكة ولا تدمر الداخل فقط بل ستؤثر على أمن أوروبا وعلى أمن أمريكا وإحنا لدينا الأدوات الكافية للقيام بهذا العمل بالذات أن حزب الله وإيران قد أنشأوا جماعات يعني من قوات بحرية هي عبارة عن جماعات متعددة ومتنوعة منتشرة في الساحل الغربي ومدربة تدريب جيد وتمتلك الصواريخ والأسلحة الكافية على ذكر إيران أستاذ نجيب البعض يقول أنه ما لم يأتي الضوء الأخضر من إيران تحديدا فإنه لن يكون هناك لا وقف لا يطلق النار ولا عودة إلى المفاوضات هل تعتقد أن اجتماع لندن اليوم جاءه بشكل من الأشكال نوع من الموافقة المبدئية على الأقل من قبل إيران للمضيف في هذه الخطوة هو صحيح إيران هي لاعب أساسي والحوثية طبيعتها وتركيبتها الأيديولوجية وتركيبتها العسكرية وتكوينها وإيراني أحنا هي ليست إلا معسكرا إيرانيا ووكيلا محليا لإيران وبالتالي لا يمكن أن يحصل حل سياسي أن نكون صريحين وواضحين في هذه المسألة ما لم تكن إيران موافقة إذا إيران ليست موافقة لن تقبل الحوثية بأي حل سياسي أي أن كان ولن تقبل بأي هدنة والحوثية هي أداء وظيفية وبالتالي قرارها ليس بيدها هي ليست مهتمة لا بمصالح اليمن ولا بمصالح حتى من تعبر عنهم وتدعي تمثيلهم وبالتالي هي تعبر بشكل كامل عن استراتيجية الخمينية وفكرة تصدير الثورة ومصالح إيران وبالتالي إيران هي تريد أن تستمر الحركة الحوثية كقوة يعني مهيمنة ومسيطرة ليس في صنعة لأن صنعة لا تعني إيران وإنما تكون أداء لإيذاء المملكة العربية السعودية على الحدود وأيضا يكون فيه نفوذ بالبحر الأحمر لأن إيران خسرت عدن بعد أن تم تحريرها وخسرت بحر العرب فاليوم ستقاتل وستستمر في عملية الضغط وفي توظيف الحوثية حتى يكون لها نفوذ في البحر الأحمر ولن يكون لها نفوذ الله بالحركة الحوثية برأيك سيد نجيب على أي أساس سيتم الاستئناف في المفاوضات هذه المرة والسؤال الأهم من أين سيبدأ الطرفان؟ أنا أعتقد أنه سيبدأ الرؤية الأممية التي تم الحديث عنها وبالذات مسألة الجانب الأمني والجانب العسكري إذا لم يتم ترتيب الجانب الأمني والعسكري فلا معنى لأي حل سياسي مع ملاحظة جديرة بالاهتمام أن الحل السياسي والأمني لم يعد هو مطلبا فقط للشرعية بل هو مطلب للقوة العسكرية والأمنية وحتى النخبة القبلية التي ما زالت الحوثية مسيطرة عليها هؤلاء أيضا لديهم رغبة في الخلاص هم اليوم مهددون لا يوجد رواتب المؤسسة تم اختراقها لم يعد هناك مؤسسة عسكرية وأمنية متماسكة تم اختراقها وهناك مخطط لإحلال الميليشيات بدلا عنها وبالتالي المؤسسة الأمنية والعسكرية المختطفة داخل صنعة وكثير من القوة السياسية الموجودة داخل صنعة أنا أعتقد أن رغبتهم في مسألة أن نصل إلى حل عسكري وأمني ابتداء ربما هم والشرعية والتحالف والمنظومة الدولية متطابقين الحوثية ترفض هذا الحل لأنها تريد أن تستمر سيطرتها على المؤسسة العسكرية والأمنية ربما صالح يتفق معهم في هذه المسألة لأن صالح يخاف على مستقبله أو في حالة حصول حل يعني معالجة المسألة الأمنية والعسكرية سيتم تحرير المؤسسة العسكرية والأمنية وأيضا إخراج الميليشيات صالح سيشتغل في فراغ ولديه تخوفات من هذه المسألة وأيضا الحركة الحوثية تريد أن تستمر مسيطرة أما مختلف القوة الموجودة في صنعة خارج الحوثية ودوائر صالح الضيقة أنا أعتقد أنها مهمومة بالمسألة الحل السياسي والعسكري مثلها مثل الشرعية والمنظومة الدولية والإقليمية بدون هذا الحل أنا أعتقد أنه ليس إلا تجذير وترسيخ لقوة الإنقلاب وتسليم يعني تسليم اليمن للحوثية لكن بموافقة دولية هل تعتقد أن المجتمع الدولي اليوم ممثلا بالأطراف التي اجتمعت في لندن يعني لا تدرك هذه المسألة بالتأكيد يعني هم يدركون بأنهم يضعوا مصداقيتهم ورغبتهم للتوصل لوقف لإطلاق النار إذا لم يكن هناك جدية من قبل الطرف الإنقلابي هل تعتقد بأن هذه الأطراف الدولية بإمكانها المجازفة في هذا الموضوع يبدو يعني من متابعة الملف وطريقة التعامل بالنسبة للملف اليمني وبذات من أمريكا يعني يبدو أنه ليس لديها مشكلة مع الحركة الحوثية ولا مع إيران يعني كل سلوكها بالذات السياسة التي يتبعها أوباما يبدو أنها حتى لا تدرك المصالح الأمريكية بشكل واضح وأيضا الأمريكيان دائما يصرون على تكسيم النفوذ ما بين السعودية وإيران في اليمن هذا بالنسبة لنا حليكي يمنيين مسألة خطيرة وجود إيران بالنسبة لنا في اليمن سيمثل إعاقة لبناء الدولة سيمثل إعاقة للأمن والاستقرار سيخلق لنا حركات أصولية كهنوتية لديها مشروع فوضوي كل اليمنيين يختلفوا معها وبالتالي أنا من وجهة نظري أن المنظومة الدولية تتعامل يعني لا تتعامل بجدية مع الملف اليمني وكأن هناك استهداف للأمانة للمملكة العربية السعودية ودول الخليج ولا يهمهم أن يكون لإيران هناك نفوذ على البحر الأحمر رغم أن إيران دولة بعيدة ولا مصالح حقيقية لها في البحر الأحمر الأوروبيين والأمريكيين والدول المطلة على البحر الأحمر لها مصالح وأوى مصر والسعودية وبالتالي وجود إيران يعني يمثل حالة قلق للجميع وأكثر قلقا يمثل بالنسبة لنا كيمنيين سيد نجيب البعض يربط حل الأزمة اليمنية بحل الأزمة السورية في إطار كوتا متكاملة ضمن سياغات المجتمعات المجتمع الدولي أو سلة برأيك كيف تنظر إلى هذه النقطة هل بالفعل هذا الأمر بمعنى حل الأزمة اليمنية ينتهي بعد حل الأزمة السورية ربما نكون صريحين يتم توظيف الملف اليمني للضغط باتجاه حل الملف السوري لكن يبدو لي أن الروسيا أكثر اهتماما بهذا الجانب هي تريد أن تجعل من الملف اليمني ملفا ضاغطا لتحقيق مصالحها وأهدافها في سوريا أما بالنسبة للإيرانيين بالنسبة لهم تواجدهم في اليمن مسألة مهمة ومصرين عليها ويجزء من استراتيجيتهم ليس فقط على البحر الأحمر بل حتى على بحر العرب وهذا خطة طويلة بالنسبة للإيرانيين لكن بالنسبة للروس ربما يوظفوا هذا الملف لكن أيضا الروس داخلين ولاعبين في الملف اليمني لأنه لا وجود لهم حقيقي في البحر الأحمر وبالتالي الروس والإيرانيين ربما متوافقين في هذه المسألة لكن الأمريكان والأوروبيين يعني يتلاعبون في الملف اليمني يعني ضمن الصراعات الدولية أما نحن كعرب ويمنين يبدو لي أن هناك استهداف مباشر لنا شكرا لك الأستاذ نجيب غلاب رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات كان معنا مباشرة من الرياض المبعوث الدولي والد الشيخ أحمد يقول أنه تواصل مع الحكومة الشرعية وتواصل مع كبير مفاوضي الطرف الحوثي الآن من المفترض أن يعلن خلال الساعات القليلة القادمة عن تفاصيل وقف اطلاق النار وهنا تكمن المسألة سنتابع وننتظر لنرى هذه التفاصيل الكرة في ملعب هميدان نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر